الأخذين تقول نقرأ 342 مرة سورة الإخداث وحينئذ يكون هذا العدد بعدد آيات القرآن وهي 114 مرة إذا قلنا إن سورة الإخداث ثلثة القرآن ثم نهدي هذا العمل إلى موتانا في كل يوم جمعة ونرجو أن يكتب الله لهم الأجر والثواب بهذه القراءة ما قولكم في هذا العمل؟ هذا العمل غير مشروع بصفته صفة الأولى تكرار سورة الفاتحة بعدد آيات القرآن عرفك سيخ صالح أو الإخلاص نعم إراءة سورة الإخلاص بعدد آيات القرآن ألا دليل عليه وإنما الذي جاء به الدليل أنها تقرأ هي والمعودتين بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات وبعد بقية الفرائض مرة مرة هذا الذي ورد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلثة القرآن وليس معنى ذلك أننا نقرأها حتى نكررها حتى تساوي آيات القرآن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطة ولو أن هذا الذي يعمل هذا قرأ القرآن قرأ القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص لحصل على ثواب قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا حصل أيضا على فضل قراءة سورة الإخلاص نعم وأما الصفة الثانية نعم وهي إهداء ثواب القراءة للأموات فهذا لم يثبت به دليل وما لم يرد به دليل فإنه لا يجوز عمله والله جل وعلا بيّن لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يهدى للأموات من الأعمال الصدقة عن الأموات الدعاء للأموات والاستغفار لهم الحج عن الميت والعمرة عن الميت كل هذه أعمال ورد الدليل لأنها تهدى ثوابها إلى الأموات وما لم يرد به دليل فإننا لا نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه